بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء المحامين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم عن موضوع يهم كل الأساتذة ويتضمن كل شغلك بصفة عامة محاضرة نهتم بها لأنها بتشمل كل ما يقوم به المحامي في القضايا الجنائية من لحظة ما بيوكل فيها حتى صدور حكم تعمل ايه وتتصرف فيها ازاي في مكتبك وتقراها ازاي هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة وده موضوع اعتقد يهم كتير من الزملاء الشباب لأن بتجي لهم قضايا جنح وربما تجي لهم جنايات فهنقول مع بعض ازاي هنتصرف فيه أول ما بتوكل في الجنحة لازم تصورها بنفسك وتتأكد ان التصوير تام جدا وان ما فيش أوراق نقصة وان التصوير واضح نمرة واحد نمرة اتنين بتبدأ ترتب أوراق القضية وفقا لتواريخ الواقعة يعني المحضر تحرر واخذت أخوال المجن عليه في يوم واحد واحد ثم فيه قرار نيابة في تلاتة واحد يبقى الورقة دي بعدها ثم فيه إجراء آخر في سبعة واحد يبقى الورقة دي بعدها وفقا للتاريخ على هذا النحو الورق يرتب ثم بعد ذلك بتقرأ القصة الحدوتة والبلاغ مقدم ازاي وإذا كان فيه شهود إثبات فيه شهود نافي الواقع ماشية ازاي بتقرأها كحدوتة دي نمرة اتنين نمرة تلاتة بتجيب القيد والوصف وده أهم حاجة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يلزم تقرأ القيد والوصف كويس جدا اللي هو مواد الاتهام فيه جريمة بتبقى نازلة بمادة فيه باتنين فيه أكتر على حسب الموضوع المعروض عليك لو جريمة شيك هتبقى مادة لو جريمة نصبة هتبقى مادة لو جريمة ضربة هتبقى مادة بعد ما بتطلع القضية الطلع جيد وتقرأها كويس وتقرأ القيد والوصف كويس تطلع المواد بتاعت الاتهام في القضية المعروضة على حضرتك وتقرأها كويس جدا أي جريمة لها ركن مادي وركن معناوي وقصد جنائي بتقرأ دا كويس جدا وتستوعبه وتقرأ عليه أحكام ناقض ثم بعد ذلك تقرأ تاني الأوراق اللي انتقرتها الأول اللي هي الحدوتة اللي قلنا لطقراها اللي هو البلاغ تطلع عليها تاني بعد ما اطلعت على مواد الاتهام المقدم بها المتهم ثم تبدأ تطلع الصغرات والتناقضات وما يظهر لك من دفاع ودفوع بعد هذا الاطلاع هنا بيظهر حاجة مهمة جدا اللي سبق وقلناها قبل كده وأكدنا عليها اللي هي الاهتمام بقانون الإجراءات والمرافعات هنا هي تجلأ أهمية قانون الإجراءات مش هتقرأ القانون الإجراءات كله وانت عندك قضية المفروض تبقى قريء قبل كده ومذكره وعارفه عشان تعرف فين النص اللي يخدمك في قانون الإجراءات في هذا الموضوع ثم تعود إليه تاني لازم ترجع له وتذكره وتقرأه وبنلفت النظر لحاجة مهمة جدا إن الجريمة لما بيجي لك لو اشتغلتها بكرة في موضوع جديد لازم تقرأ تاني بنفس الطريقة تقرأ القد والوصف تاني وتقرأ المواد تاني وتقرأ الأبحاث القانونية من أول وجديد عشان تكون وجه رأي ودفاع في الدعوة هذا فيما يتعلق بالاطلاع يبقى أول حاجة نقرأ المحضر كويس جدا نقرأ القيود والأوصاف المواد اللي نازل بها المتهم ونقرأ تفاصيلها ونقرأ عليها أحكامنا ثم نعود لقراءة الوقائع مرة ثالثة هيظهر لنا بعد كده سلبيات في المحضر هيظهر لنا أركان مش متطبقة ومش متوافقة في القضية أبدأ أتكلم فيه بعد ما هتجهز الكلام ده والجهز دفاعك تماما تبدأ تتقمص شخصية خصمك يعني لو أنت مدعي مدني تتقمص المتهم لو أنت مدهم تتقمص المدعي المدني وتبدأ تتخيل كيف يكون دفاعه وكيف يجهزه عشان تستعد للرد على ما يبديه من دفوع ودفاع في الجلسات في نفس الوقت اللي يقدم فيه الدفع وده أمر يميزك جدا عن غيرك من المحامين لأنك بتبقى جاهز جدا في قضيتك متحسب ليه؟ ما يعني للخص من إجراءات ومن دفوع ومن طلبات تمس حقوق موكلك بتكون جاهز لها تماما عشان لما يفاجأك بحاجة يكون جاهز الرد عندك لما بتبديه في نفس اللحظة أحيانا إبداء الرد في نفس اللحظة بيجعل المحكمة تهدر دفاعه ده لأنه بتلاقيه مرضود عليه وببساطة وبسهولة وفي نفس الوقت ربما يكون هذا سبب ربما يكون دفع محترم يحتاج ويستاهل الرد عليه ببحث وقراءة تأجل لهذا السبب إذا كان حاجة خارجة عن اللي أنت توقعته وتفاجئت بيها تقدر تأجل للاستعداد للرد على هذا الدفع لكن غالبا يفضل أنك أنت تكون جاهز جدا بدفوعك ودفاعك ومتوقع ما يعن لخصمك عشان لما يبديه ترد عليه ما يبقاش في عندك مفاجآت بالنسبة لك بالمرة إطلاقا هذا فيما يتعلق بيه الاطلاع وتجهيز الدفاع وتجهيز الدفوع هنجيب مثلا مثال ولتكن قضية الضرب اللي المتداولة كتير من الزمل بتعرض عليهم خاصة لزملاء الشباب قضية الضرب هتعمل فاقي هتقرأ المحضر هتلاقي فيه بلاغ مقدم من زيد من الناس ضد سين من الناس وقدم فيه تقرير طبي القضية بتنتهى عند كده فيه قضية تانية بيبقى فيها شهود مع التقرير الطبي تبدأ انت أول حاجة في قضية الضرب بتقول أن التقرير الطبي هو دليل إصابة وليس دليل إدانة يعني التقرير الطبي بيقول إن فلان اتضرب ما قالش من اللي ضربه فلان الإسناد ده بقى بيحتاج دليل بيحتاج شهود بيحتاج قرينة بيحتاج بيينة بيحتاج أي دليل يؤيده أما التقرير الطبي في ذاته لا يرقى دليلا للتهم متهم لأنه دليل أن فلان مصاب وليس دليلا على أن الذي أصابه فلان دي أول مسألة أن التقرير الطبي هو دليل إصابة وليس دليل إدان بعدما بنتطلع على التقرير الطبي بعدما بنتطلع على أقوال المجني عليه أهم سؤال في الموضوع ما هي الإصابات التي بك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها هذا السؤال مهم جدا وجوهري في الموضوع لأن بتجيب وتطابقه مع أقوال التقرير الطبي وما ورد فيه لو قالنا فيها سحجات وكدمات في الزراع الأيصر ثم التقرير الطبي جاب سحجات في الزراع الأيمن يبقى كده هو يبقى فيه كده تناقض تقول بقى ندفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني إذا قال إن هو ضربني بعصايا وبعدين طلع فيه جرح قطعي يبقى العصايا ما بتعملش جرح قطعي بتعمل جرح رضي أو بتعمل كسر جرح القطعي تحدثه على حد يبقى هنا تقول عدم معقولية الواقعة على النحو الذي سطره المجني عليه أو المدعي بالحق المدني عدم معقولية الواقعة سناخد بين الدليل القولي والدليل الفني كل دي مسائل محل اعتبار جدا في دعوة زي دعوة الضرب قضية الشيك ما تيجي تشتغل فيها تشوف أسباب الشيك وظروف تسليم الشيك لأنه لازم يكون تسليم الشيك تسليم اختياري يعني ما تمش الحصول عليه بأحدى طرق سلب المال زي السرقة وزي الاختلاص وزي خيانة الأمانة أو خيانة الاقتمان على التوقيع الأول يكون التخلى عن الشيك تخلى إراده ودي بتبحثها مع موكلك كيف قدمت هذا الشيك وكيف تنازلت عنه المدعي بالحق المدني أو المجنع عليه ممكن تلاقي الشيك فيه تاريخين ويبقى الشيك كده باظ لأن الشيك يجب أن يحمل تاريخ واحد الشيك لازم يكون أداة وفاء ما ينفعش يكون أداة اقتمان إذا حصل ورقة دخلت على الشيك نزل منها مبلغ من قيمة الشيك وجابها لك الموكل يبقى احنا كده قدام أداة اقتمان ولسنا أمام أداة وفاء يبقى بتدفع هنا بمدنية النزاع فكل موضوع له خصوصياته وله ما يخصه هيظهر لك الخصوصيات وما يخصه وما يتميز به من قراءتك لمواد الاتهام التي قدم بها المتهم وهنا تلاحظ أنه في قراءة أحكام النقر وإنت بتقرأ متهم وإنت بتقرأ مدعي مدني الوضع مختلف تماما يعني أنت عن المدعي بالحق المدني لك أحكام ولك دوافع ولك أمور تحكمة وإنت عن المتهم لك أمور مختلفة كلها موجودة في أحكام النقر أحكام النقر في منها اللي بيخدم المدعي المدني في منها اللي بيخدم المتهم بيظهر ده إزاي من الواقعة التي ذكرتها محكمة النقر وكتر قراءتك لأحكام النقر غالبا ودائما هتجد أحكام متطابقة تماما للواقعة بتاعتك لما بتاخد هذا الحكم وبتقدمه للمحكمة بتريحها جدا لأنك قدمت لها منتهت إليه المحكمة الأم ومبادئ أحكام النقضة حضراتكم عارفين أنها ملزمة بخلاف أراء الفقه فهي استشارية لا يؤخذ بيها أما أحكام النقضة فهي ملزمة لكافة المحاك يبقى أنت دائما تسعى لأنك تجيب حكم نقضة مطابق تماما لوقعتك أو قريبة الشبه منه حتى تستعين به في إثبات وجهة نظرك ودفاعك ودفوعك في محاولة تبرئة متهم أو إثبات تهمة على متهم وإنت بتشتغل كأستاذ محامي مع المتهم بتقيم أركان الجريمة وتقويها الضعف اللي في الأركان بتبدأ تقويه وتسنده وتوزنه أما إذا كنت مع المدعب الحق المدني فانت بتنقض عكسها تماما بتنقض أركان الجريمة وبتنفيها وبتستبعدها وتشيل أركام منها حتى تصبح مادة للتهم غير منطبقة على المتهم وبالتالي يقضى له بالبراءة المتائل مهمة جدا ملتفت لها يبقى زي ما وضحنا القضية بتجيلك بتقراها كويس جدا ثم بتقرأ عليها الأحكام المتعلقة بها من القضو الوصف انت ما بتجيبش حاجة من عندك انت بتجيب القضو الوصف اللي قدم بيه المتهم وتقرأ نصص مواد كويس جدا قراءة جيدة جدا تفصيلية جدا تقرأ عليها أحكام نق ثم تقعد بعد كده تبدأ تحدد كيف يكون دفاعك في قضية بتلاقيها سهلة جدا بيظهر لك الأمور كلها والدفاع المنهي للخصومة واللي حقق لك النتيجة اللي انت بتتطلع إليه خلاص يبقى بيها في قضية تانية بتلاقي المسألة مش ظهرة من الأول بتعوز تخريج بتعوز بحث بتعوز حساسية خاصة ملكة قانونية عشان تقدر تبدع أسباب خارج اللي موجودة في الأوراق ودي عليها أمثلة جدا كتيرة نبقى نوضحها في فرص وفي ظروف أخرى لكن اللي احنا عايزين نؤكد عليه ونركز عليه النهاردة أن القضية من ساعة ما بيجي لك لحد ما بيقضى فيها إيه اللي أنا بعمله بعد أن تأمل الاطلاع وتجهيز للدفاع في القضية بتعمل نمرة واحد تجاهز مذكرة تروح بيها لمحكمة نمرة اتنين تكون جاهز مرافعة شفاوية لأن القضاء الجنائي قائم على المرافعة الشفاوية لأن القضي الجنائي قضي وجدان قضي اعتقاد قضي اللي يرتاح له واللي يطمئن إليه ضميره هو ده اللي بيقضي بيه يبقى أنت بتكلم ضميره وعقليته القانونية بتكلمه في الاتنين ضميره وعقله والاتنين لا ينفصل عن بعض لأن القانون عدالة في الحالة دي تلزم المرافعة الشفاوية مهمة جدا ومؤسرة جدا لكن هذا لا يمنع من وجود مذكرة شارحة لدفوعك بعد ما تنتهي من المرافعة تقدمها من المحكمة لأنك لو قدمتها قبل المرافعة ربما القاضي يكتفي بيها ويمنعك من المرافعة وتخشهم فيه سجال مع بعض في النهاية لو أصرت على أنك تترافع هيسيبك لكن مش هيكون مرتاح فالأفضل أن أنت تقفل الأول تترافع تنهي مرافعتك تماما وتزبط طلباتك ودفوعك في محضر الجلسة وفور انتهاءك من المرافعة تقدم المذكرة بتاعتك للمحكمة يبقى احنا عملنا الثلاث حاجات بيتعملهم في الجلسة المرافعة الشفاوية المذكرة المحضرة سابقا وتقدم بعد المرافعة إثبات دفوعك ودفاعك في محضر الجلسة لأن ده جد خطير وجد مهم حتى لو مكتوبة في المذكرة تتقال تاني في محضر الجلسة يبقى أنا لما أجب أبص على قضية حضرتك اشتغلت فيها وأميزك بأنك محامي محترم واكتهدت وبذلت الجهد واستفرقت الوسع ألاقيك كاتب مذكرة ألاقيك دفوع محترمة موجودة سابطة في محضر الجلسة وتكون متابع السكرتير وعينك عليه عشان يكتب الدفوع بتاعتك ثم بعد ذلك المرافعة الشفوية اللي هي أكيد هتكون من داخل المذكرة اللي حضرتك كتبتها يعني أنا لو ما حضرتش القضية وما حضرتش مرافعتك وأريت محضر الجلسة وأريت المذكرة هعرف إن اللي عمل ده أكيد محامي كويس واترافع كويس جدا وإنت بتترافع لازم تكون سابط لازم تكون مطمئن لازم تكون هادئ ما تنفعلش ما تسرعش في الكلام ما تبقاش بتتكلم في فكرة وزهنك رايح للفكرة التانية عايز أخلص من دي عشان أنطع التانية ما تنطش وقت مطمئن جدا لأنك بتأدي واجبك واجب قانوني ودستوري واخد عليه أجرة أتعاب أدي عملك بكل ثقة وثبات واحترام أما في الدفع اللي بتدفعه الأولاني تخلص كويس جدا تتقنه جدا لا تنتقل إلى نقطة إلا بعد الانتهاء من الأخرى ثم في حاجة أثناء تجهيز دفاعك وترتيبه إنت حضرتك جهزت 3-4-5 دفع فعضية الموضوع ما انتهاش على كده ده أنت تقف بقى تحدد الخمسة دول ترتيبهم هيكون إزاي فين اللي مهم جدا وقوي هحطه في الأول وفين اللي في نفسه قوته أو أقل شوية يبقى بعده يبقى بننزل كده بالأقوى في الأقل لأنه ممكن القضي يوقفك يكون وقفك وإنت قلت الكلام التقيل اللي يخلص يبقى مخسرتش حاجة ما تبدأش بالأمور البسيطة اللي هي ربما تكون غير مهمة وعندك حاجات أهم وقاطعة في موضوع الدعوة والمحكمة تمل منك ثم تقولك بناء عليها أستاذ ويخلصك وإنت ما قلتش حاجة لس أو ما قلتش المظبوط ما قلتش المطلوب يبقى دايما لما تبدأ تقول الكلام المظبوط والدفوع التقيلة في الأول اللي انت واصخ إنها تؤدي إلى طلباتك مش هنقول بقى البراءة أو الإدالة لأن الوضع بيختلف محامي المدعي المدني خلاف محامي المتاه والمحاضرة قصة بالتنين وما فيش أي اختلاف أنت بتجاهز دفوعك ابقى الدفع القوي ثم الأقل قوة ثم الأقل قوة ودائما من كتر قراءتك لأحكام محكمة النقد ومذكرات الأسد زي المحامين السابقين هتوصل لأنك انت هيبقى عندك صياغة قانونية وجمل قانونية في كل قضية هتستعمل فيها دايما استعمل الألفاظ القوية استعمل الجمل القوية لأن دي مسألة هتفرق معك جدا وهتفيدك جدا وهتأثر معك جدا يعني أسقر فيه أحد المرافعات أو المذكرات المكتوبة أحد الأسد زي المحامين كاتب كلام بديع جدا برضو هنبقى نقوله بعدين في فرصة نقول فهد وفع فأضايا ونقول ما يقال ولكن على سبيل المثال مذكرة بدأت أستاذ كاتب قتل الإنسان ما أكفره يستهويه المال ويغريه ويدفعه الطمع فيرديه وفي سبيل المال ترتكب أحمق الجرائم مدخل رائع راقي متميز جدا لكن لا تكسر من هذا ضاء راعي أن القاضي وقته دايق الأضايا عنده كتير جدا الاهتمامات كتير جدا لازم دايقوا راعة العدالة تستحق أنك أنت تقف تتكلم لحد ما تخلص لكن رول الجلسة بيحكمنا الجنايات سهلة جدا تلاتة مستشارين محترمين بيسمعوك زي ما أنت عايش شغالين عدد قليل من القضايا بيحكموا فيه وظروفهم مرتاحة جدا بتقدر ترتاح معهم جدا وتأدي وجبك بكل احترام وما فيش حاجة بتعوقة المشكلة بتبقى في الجنع بعد اللي أنا قلت دا كله لازم تلخصه وتختصره أنه لا يتجاوز من ثلاث لخمس دقايق إذا المحكمة سابتك هتكمل لكن أنت تكون مرتب نفسك على أنك من ثلاث لخمس دقايق يعني لو تجاوزت جدا في قضايا لا تتجاوز العشر دقايق في الجنع لأن الدرول بيبقى ربعمية وخمسمية ومتين وتلتمية أمر صعب جدا 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 على المحكمة أن هي تقعد تسمع في كل القضايا دي يتمحامين كتير بالشكل ده فأنت تبقى رائع جدا لو قدرت أنك تخلي المحكمة تسمعك من خمس دقايق لعشر دقايق دا كلام ممتاز وما تنساش أن أنت كاتب مذكرة ما تنساش أن أنت حط الدفوع في الوقت دا لما هتخرج من المحكمة هتحس نظاميرك مرتاح ليه؟ سابت دفاعك في مذكرة محررة سلفا سابت طلباتك ودفوعك في محضر الجلسة وما أهمه وما أختاره لأن التترطب عليه أثار قانونية قطيرة وكمان المذكرة ثم ترافعت وتعاملت مع ضمير القاضي ومع عقله لأن المرافعة الشفوية أساس المرافعة الجنائية وأساس القانون الجنائي لأنه زي ما قلنا أن القاضي الجنائي قاضي وبدان وهو الخبير الأعلى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه وهو المهيمن على الدعوة في كل المسائل الموضوعية بيبقى الاختيار له هو والترجح له هو يبقى لازم نتعامل معه بزكاء بكياسة ما نرهقوش ما نتعجوش ما نقولش كلام كتير ما لوش لازمة ما تقرلوش المحضر ما هو قريب قول اللي في المحضر قول اللي يخصك في المحضر ولو هتتكلم في محضر في صفحة سبعة ما تقعدش تقلب في الورق قدامه وتقول له صفحة 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 وتقعد تقلب ولما تجيب الصفحة تقول له إبراهيم قال لي إسماعيل مش عارف إيه ما هو ده مش مستهل إنك تقوله أصلا الوقائع مش لازم تحكيها نصا حتى لو فيه مقتضل إنك تحكيها نصا لأنها مفيدة ومؤثرة في الدعوة يبقى تحفظها لازم تذاكر المرافعة قبل ما تحضر للمحكمة يعني تقعد لوحدك منفردا فيه مكان تذاكر المرافعة وتقف تسمعها بصوت عالي وأعرف إنك إنت لو جهزت مرافعة ربع ساعة عندي القاضي هتبقى خمس دقائق لو جهزت معلومات مثلا وليكن عشرة في المية بالأرقام كده على ما تروح المحكمة هتلاقي معك منهم سبعة بس وفيه ثلاثة وقعهم فأعرف إن اللي انت جهزته في مكتبك ده هتروح تعمل أقل منه فلازم تجيب القمة وتبلغ المدى والنهاية في تحضير دفاعك وتبزل الجهد والوسع وتستفرغه كما يعرفون الاجتهاد هو بزل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم للجلبة والمشقة هو ده الاجتهاد بزل جهد واستفراغ ووسع تجهز تماما تماما في القضية حسيت إنك تسعين في المية لا لس لأنك لو رحت المحكمة بالتسعين هتبقى ستين لازم تبقى مية وعشرين في المية عشان لما تروح المحكمة تبقى تسعين أو مية لو أنت عايز تتميز إنما أوعى تفتكر إن اللي انت جهزته هتروح تقوله بالضبط مستحيل لازم يبقى فيه حاجات هتقع منك حاجات هتبقى ناقصة حاجات هتفوت منك فإجهز كويس جدا بحيث مهما حاجات راحت هيبقى اللي قدمته يكفي ويرايح لك ضميرك تبقى خارج من المحكمة ما قدم دفاعك كاتب مذكرتك كويس ثابت دفاعك ومتأكد إنها ثبتت في محضر الجلسة قلت مرفعتك بثقة وثبات واطمئنان وبسرعة مش بسرعة أنك تتكلم بسرعة لا تنهي نقطك بسرعة لكن النقطة اللي عايزة توضح تتوضح اللي عايزة شرح تتشرح اللي فيها وجهة نظر قلها بس البداية تكون محترمة وتكون فيها دفاع قوية لأن القضي قري القضي وهنقول الجنح ربما يكون قريه وربما لا لازم تقول كلام يخليه يسمعه أما بليك داخل بتتكلم كلام مظبوط ومحترم بيصبر عليك لحد ما يكون عقد أول ما يقول لك بناء عليه أعرف أنه يكون رأي تتوقف إلا إذا كان في حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا في دفاعك موضحتهاش للمحكمة فتلتمس الاستمرار وتلتمس بهدوء جدا تلتمس بزكاء جدا وتصر باحترام ما تقول لش لازم أقول ما فيش حاجة اسمها لازم أقول لا تقول له حلمك علي في هذه النقطة أكمله هيسكت وهيسمعك الفكرة أنه نحن بنقول أنه نحن مش في خصومة ولا في عداية أنت قدامه واحد مشغول جدا قدامه أضايا كتير جدا معذور جدا في هذا وكلنا بنشهد ده في المحكم بيبقى الرول كبير والدائرة كبيرة وشغالة من الصبح لحد المغرب لا ده لازم يراع فلما توقف تتكلم تتكلم بثقة بثبات باختصار ما توقفش تقول كلام من اللي مالوش لازمة ما تحكيش المحضر إحنا بنتكلم جايبين تضرب كمثال ما تحكيش الواقع وفلان قابل مينه وضرب مينه وقابله وطلع ومزل كل ده ما يتقلش إحنا زي ما قلنا فيه تناقض توضحه فيه كيدية وفيه دليل عليها في المحضر توضحه فيه مواضيع بتبقى محتاجة دليل تاني من خارج الأوراق إنك تجاهز محضر سابق يثبت الكيدية كانت بين الطرفين هتروح تطلع منه صورة رسمية وتقدمها للمحكمة في حافظة مستندات فيه قضية بتنتهي بالورقتين اللي موجودين في المحضر ما انتش محتاج حاجة تانية أو ما عندكش حاجة تقدمها غير اللي في الورقتين في الحالة دي تقف وتتكلم فيه ما يخص القضية فيه تناقض بتوضحه فيه كيدية بتوضحه الواقعة اللي اضحكت مش معقولة هو ما فيش كيدية وما فيش حاجة خالصة هوت لكن عدم معقولية الواقعة الواقعة مش معقولة على النحو الذي سطره المجن عليه وضح عدم المعقولية لأن لازم الواقعة تكون معقولة ومقبولة ودي مسألة برضو بتاخضع لأعراف الناس زي ما سبق وضحنا أنه قد إيه عرف الناس مهم جدا وبيراعف شغلنا لأن المحاولة لازم يكون مليم بكل شيء شغال في قضية خبز لازم تعرف الرغيف من ساعة ما بيبقى دورة لحد ما بيبقى دقيق لحد ما بيبقى عجين لحد ما بيتخبز إيه المراحل لو شغال في حاجة تخص مشكلة في صناعة سيارة أو عيب فني لازم تعرف كل المراحل اللي بتمر بيها عشان تعرف تحدد العيب وتحدد مستوى القانوني وتسنده قانونا إزاي وتحدد حقوقك فين وقد إيه رفقا ليه المشكلة المعروضة وبعد كده جاهزنا بفعلة توقعنا كل ما يعني للخصم واجهزنا عشان ما يجي فجأك به تبقى عندك ردود سريعة لأن الرد السريع المباغد ده بيبقى رائع جدا وبيقتل الدفوع اللي ممكن تأزيك في مهدها وده مش بيحصل دائما لأنه ربما حد يدي دفع محترم ما يخلص بالكلام عايز مذاكرة عايز أجلسة عايز تأجيلة اعمل كده لكن في الغالب الأعام تكون جاهز للحاجات البسيطة اللي بتعرض ترد عليها بسرعة تنهيها تحسمها يبقى أنت خدت القضية في موقفك وخدتها في سكتك ولا تنسى أن أنت قدامك زميلك هو وقف بيعرضك اللي أنت بتبنيه هو بيهده واللي أنت بتهده هو بيبنيه المصالح متعرضة تماما وقدامكم قاضي منصف نزيه فاهم للقانون ما تفترضش في القاضي أنك أنت أعلم منه لا إذا أنت بتشتغل في الجلسة قضيتين ثلاثة هو بيشتغل ستمائة قضية في الجلسة فهو عالم وهو متميز وهو متدرب على الحك وزي ما قلنا أنه مرجح شغلته خلته تعود على الترجيح أما أنت فمبدع ومحلق مرفرف تفضل شغال كده تدور على حل المشكلتك لقيتها في ورقة لقيتها في إجراء لقيتها في بند غلط في إجراء غلط في مخالفة لقانون الإجراءات ظهرت لك ده بينهي لك حكايتك ملقيتش الكلام ده داوم التفكير وداوم البحث وداوم للطلاع تأكد أنك هتلاقي حل ويا ما أضايا اشتغلنا فيها كنا بنقعد بالأيام والأسابيع مش لا إلا حل ولا لئين كلام نقول ثم ربنا بيفتح علينا ليلة الجلسة من كتر التفكير والمثابرة ومتابعة الدعوة ودراستها دراسة جيدة متميزة ربنا بيفتح علينا بأفكار أحيانا بتبقى خارج الصندوق وخارج الورق وبتنتهي بالبراءة وإحنا نفسنا بنبقى من أول المتعجبين لصدور حكم البراءة وسبب ده الإخلاص والتركيز والقيام بالدور اللي أنا قلت لحضراتكم القضية تصور كويس جدا يتم الاطلاع عليها كويس جدا تطقير نصصها كويس جدا يراجع ما يخصها من قانون الإجراءات ثم بعد ذلك هتكون متميز جدا وأعظم محامي فيها ودي ميزة الجنائي اللي هو بسفولة شديدة جدا تقدر بسرعة تشتغل في أي قضية وتكون رأى شريطة أن تكون ملما بقانون الإجراءات الجنائية ودي هنأكد عليها تاني وقلناها قبل كده قانون الإجراءات الجنائية مهم جدا إقراء على طول سواء فاضي أو مشغول محتاجه مش محتاجه في كل الأوقات تقرأ لأنه وإنت شغال في القضية هتجد أن الحكاية دي أنا لقيتها محلولة في قانون الإجراءات ده قانون الإجراءات استلزم هنا شرط ما وش موجود في الكلام ده طب إذا أنت الكلام ده ما قرأتوش في قانون الإجراءات هتعرف من مين المخالفات دي كلها ومش معقول لما تجيلك قضية هتقرأ قانون الإجراءات كله هيبقى صعبة عليك جدا لكن لما تجيلك قضية بقيد ووصف وتقرأ القيد والوصف وأنت ملم بالإجراءات معيها تماما هتقرأ النصوص هتعرف أركان الجريمة المادي المعنوي القصد الجنائي هتكون قارت عليها أحكام لا الوقعة قدامك هتبقى واضحة تماما إذا كانت صحة ولا غلط لا سوالا كاملة اشتركوا في القناة